الشخصية دي انت بتروح لها ازاي يعني عشان يعني توصلي انا كمشاهدة كمية الشك وكمية الحيرة وكمية القلق يعني احنا طول الوقت كمان حاسين ان وراك قصص دي حاجات بقى هتزهر بعدين انا كان مفروض ان يعني مثلا شخص زي يوسف والطريقة اللي بتعامل بيها معنى ان كان عنده مشاكل وهو بيكبر عنده مشاكل مع الستات اتخان اكيد كزا مرة عشان يوصل ان هو مش مش واسك حتى في مراته انا قبل ما ابتدي التصوير اصلا قفلت على نفسي ان عايز اخش في مود يعني دارك مود كآبة انه حاسس ان هو من جوه هو ممكن يكون بيحب مراته جدا بس هو فيه فيه حاجات كتير مش بتخليه طلع على حاجة حلوة صح بيطلع على حاجة الاوحش اكتر يعني وبعدين انا مبارح شفت شريف وهامنته على الدور بتاعه رائع طبعا يعني انا بجد بحييه على المشهد انا شفت انا شفت بعمل اتفرج على المسلسلات بس بتاعته الدور ده يعني شابو طبعا انتو بتعملوا شخصيتين الحقيقة الستات مش بيحبوه او بيخنقوا او الستة عايزة برضو يعني انه الرجل يبقى لطيف معاها يعني ويديها من الثقة ومتبقاش عايشة في التوتر ده وانت بتعمل الشخصية دي كنت شايف نوعيات في المجتمع العربي بقى يعني خليني افتح الدايرة مش بس في مصر مجتمع العربي اللي انت قلتلي برضو هو رجل عربي فاحنا كده بنوصف مجتمع العربي ممكن اقول الحمد لله انا معرفش ناس بالشخصية دي او بالعصبية بتاعت يوسف او بتاعت شريف بس قد ما بنوعد نسمع بنحس طيب ازاي بيعملوا ايه بنوعد نسمع كصص كتير او 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 بيبقى صعب لتخيل واحد بيبقى كده قدام الناس ومن ورى يعني من ورى الكواليس بيعمل ايه في زوجته اه اكيد وبيبقى ساعات كمان الشخصيات دي بتبقى ساعات كمان عندها نوع من انواع المرض فما بيبقىش له هو سعيد معها ولا سعيد مع نفسه يعني في النهاية والحرمة دايما بيقول بتأثر الولاد بيتأثروا طبعا وبيتربوا في بيئة فيها زعيء كتير خناء يعني انا حتى انا ونسرين لو حنتخانق عمرنا من نتخانق قدام الولاد لو حنتخانق عمرنا من عملها قدام الولاد عشان ما يحسوش ان لا في حاجة غلط اشتركوا في القناة شكرا